هبني حوايات كنوز المال قاطبة أليس غاية حاويها إلى العطبي هوا عليك فإن العيش معركة والناس ما بين مسلوب ومستلبي لا خير لا خير في هذه الدنيا وإن سلمت ولا سلامة من هم ومن نصبي إليك عن حية الوادي حية الوادي يعني الدنيا إليك عن حية الوادي فقد كمنت لو كنت تعلم بين الماء والعشب وكم ترشفت سما من مراشفها قد كنت تحسبه ضربا من الضرب لطالما جردت من ملكه ملكا هاي الدنيا اللي ما ترعى كبيرا ولا صغير لا غنيا ولا فقيرا لطالما جردت من ملكه ملكا قد كان من قبل في أثوابه القشوب وكم لها من قتيل في أعنتها رغما على صبر أم برة وأبي لكن وحسبنا عبرة عبر ما فعلت بأنجم الدار أهل الفضل والحساب ماذا صنعت بهم يا جاعر قال أودت بأحمد خير الخلق ثم رمت وصيه بسهام الغدر عن كثبي وبزت البضعة الزهراء نحلتها واليا والي وإرثها بعد رد الصدق بالكذبي وأفرغت سمها في المجتبى حسن ومزقت صنوه بالسمر والقضوب يعني مزقت الحسين حسن وهل اكتفت بذلك يا شاعر قال لا والله حتى تركته ثلاثة أيام بلياليها على واهنة الرمضان لا مغسل لا مجفل أسف عليه كبالي يعني على خلاف العادة الجارية عادة الميت إذا مات الخلق تحضر جهازك وتتسارع العالم على سرعة جهازك وصيح صايح في البلد عدكم جنازة يسلام غوموا واكسبوا من الله الأجر فيه إلا هالجنازة أنا روحي في دالك يا الذي للغسل مانا ولا الجسد من الحمل من فوق شيال بعد ولا الجنازة هللت من خلفها رجال ما حد حفر جبرى ونزل جثته في حفر جربة والغسل دم الجاري والشفن فصل لها بمحمد بواري وان قبرى قبرى بقلب اخت الخذاها بجمال عاري وقلب الذي قضى حياة في بواجي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون أمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم قلق قلق أخطر الأمراض التي تعصف بجيل الشمار نفس هي من تضعف ضعف البدن فتغزوه الأمراض حينئذ وتهيمن عليهم كأمراض القلب أمراض المعيدة تصل بالشرائل جهاز الهضمي وغيرها كما يقر ذلك الأطباء فما هو القلق أولا ثم ما هي أقسام ثانيا ثم ما هو من شاء كيف يحصل يعني كيف يتولد ثالثا وفي الأخير ما هو العلاج أطباء إلى اليوم عاجزين رغم هالتطور التكنولوجي لها ما عاجز يصنعون إلك في عالم الطبابة إلا أن تركيزهم كل على البدن نعمو شغلتنا البدنات على الداخل شوف ما تعتصر الإنسان من آلام بس كل مسكينات مسكينات مش فائلتها لقاصة إلا تزيدها الوسائل فوران من الداخل وكبت وضغط من الخارج لن تنكسر إرادة هذا الشباب فيصاب حينئذ بالكآبة والحيرة والقلق والخوف والاضطرابات النفسية والانفصامات في الشخصية نريد أن نرى العلاج الذي طرحه القرآن الكريم هذه أربع نقاط نأخذها على نحو الإيجاز نجي أولا لتحليل مفهوم القلق ما هو القلق إنما هو انفعال نفساني كسائر الانفعالات مركب من الخوف وتوقع المكرو حينما يفتح أحدنا جهاز التلفاز ويشاهد هذه الأخبار المأساوية المزعجة المؤسفة مشاكل دماء خروب خراب حروب أوبئة كل العالم خبصة ماكو بلد مستقر يخاف الواحد على نفسه يخاف على عائلته وماكو واحد ما يخاف حتى هذا اللي يقول لك والله أنا ما أخاف من شيء ما عليك مني هذا أكبر خواف إنما يريد أن يزيح الخوف عن نفسه بمثل هذا الكلام كلا إن الإنسان خلق خوف يهي من وسيطر عليه ليش؟ لأن ضعيف عاجز لا حول ولا قوة جاهل لا يعلم ماذا عن يمينه وماذا عن شماله وماذا تخبئ له صفحات هذه الأيام أقول لك أنا مادر شنو مستقبل حياتي؟ إلى وين رح ينتهي بي المصير؟ أقذر شبابي بخير وسلامه لو ينقصه في عمري وأطلع حسر وندمه لو كنت أعلم الغير استكثرت من الخير وما مسني السوء لكن طالما أن الإنسان منغمس في هالة واسعة من المجهولات هو عاجز كل العاجل أن يدفع أي سوء عنه فإنه سيبتلع بالخوف والقلق والكآب أخير إذا ما خاف على دنياته فإنه سيخاف على أخيرته يقول لك باشر يشيلوني وبينزلوني في هالحفرة هاي ويحكمونها علي من جميع الجهات يطمونها طم ثم يتفرقوا عني من لي من يستنقذني بأي صحيفة أعمال بأي وجه سألاقي ربي شوف لأن يدري أن كل ذنوبا اللي سواها بحصل بحصل جزاتها طالت الدنيا فيخاف الإنسان على نفسه وعلى عائلته يخاف على حياته يخاف على آخرته ماكو أحد ما يخاف نقطة ثانية أقسام القلق يقسمه أهل الاختصاص إلى قسمين يقول لك أكو عدن قلق موضوعي وأكو قلق عصابي ما الفرق بينهما القلق الموضوعي هو ذي السبب المعلوم واضح مش أخاص مثل مريض وأخاف أن يزداد علي مرضي فيودي بحياتي سبب المرض من الزيحة يروح تلقائيا إنما الخطوة تكمن في القسم الثاني المستعصي على الأطباء وهو ذي السبب المجهول ما واضح تشخيص العلاج المرض نصف العلاج غموض يكتنفه فلا يعرف سببه ما هو شوفك إلا خايف يرجف تقول لي وش فيك قل الله ما أدري أحس روحي كل خايف من وش أحد مضايقناك أحد مآذناك قل لا بس كل خايف تظهر عليه آثار القلق ينحل بدنه يصاب بالهزال يصفر لونه يتشتت ذهنه يقعد أخماص وأسداس كل سارح شوفه يمشع شعره يقرض أظافره يمشي لوحده بالشارع يخاف من الوحدة يخاف من الظلمة تسمع يزنزن يصافر يسليها يشغلها يصرفها بصارف كل آثار القلق نقطة الثالثة سببه من أين ينشأ يعني كيف يحصل هذا القلق إنما ينشأ القلق نتاج حراك صراع تجاذب بين ميولات النفس والواقع الخارج هذا هو سببه شوف نفس عندها ميول ميول يسمونها منطقة اللا وعي كل واحد مننا أحلو تسايد يقول لك أنا شكت كان عندي ميول وأفكار وأحلام من أيام الصغر وإلى حين ما أسوي أريد حق قاب بس ما أقدر متى ما اصطدمت ميول الإنسان مع واقعه الخارجي هنا يتولد القلق غالبا ما يصاب الطلاب بالقلق في ليالي امتحانات خبصة حالتهم حالة لا يأكلون لا ينامون لا يهدعون أسبوع واحد يجب جمكيل وبينزل على حساب الامتحانات اللي بيسويها يجي ليلة الامتحان يقعد يفتح كتبة ودفاتر يحضر يذاكر يريد يروح باجر على جامعته يقدم فيزياء ما أدري كيميا نفس من داخل عدها ميول ش تريد؟ ماذا تطلب؟ شهادة؟ عالية درجة امتياز يقول لي الله لا تفشلنا باجرية الأوادم لا تنكس راسنا يجي يفتح كتبة وإذا يشوف لا زالت هناك مسائل عديدة لم يتسلط عليها تسلطا جيدا هو بعد لم يهضم المادة ولم يتقن مسائل الكتاب الواقع يقول ويش؟ ما تقدر النفس تقول لازم تقدر هنا يتدخل العقل لإيجاد حل فيقف العقل حائرا مكتوف اليدين يقول أنا شبيدي عليك؟ أريد أشيلك من هالأزمة أخلصك من هالورطة لكن ما أقدر هذا مجهود سنة كامل تبيني أعطيك إياه في ليلة واحدة متى ما تحيّر العقل عن إيجاد حل هنا يتولد القلق وينفت إحبابه على مصع أو قول شباب ثلاثين خمسة وثلاثين لحين زوجه ماكو بيت ما عنده وظيفة نفس من داخل تعتصره مثل دبابيس ما عليك من الطول وبعارض جبال من هموم مترادفة في ذهنه تضغط هالنفس هاي يلا عاد وش هالحالة؟ الناس كونت حياتها وبنت مستقبلها لا تلحين لا وظيفة لا زوجة لا بيت اطلع إلى الخارج يريد يلبي ميولاتها فيصطدم عواقعه دنيا كلا خرباطة ماكو شغلة عدل لا وظائف لا أشغال لا أعمال فيصطدم عواقعه يدخل العقل يقول أنا أريد أسوي لك حال بس وش بيدي عليه هذا واقعك هذا وضعك هذا بلدك وأنا ما أقدر أقلب لك الدنيا رأسا على عقب ما أقدر أناقض الواقع متى ما اصطدم وتحير العقل عن إيجاد حل هنا يتولد القلق وينفتح بابه علام الصحي العلاج أطبا قلت لك لحين ماكو أصلا هم ما ملتفتين ولا مركزين اهتمامهم إلا على البدن بس هدون يسكتون الآلام القرآن ما هو العلاج الذي طرحه القرآن الكريم لمرض العلاج إنما هو التوكل قل على الله عز وجل قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون من الذين آمنوا يصلا نب Brava يصلا نبقى لك كل مدى على القلق كنت ،كلن على القلب Consult الدائر تطمئن القلوب هذا هو العلاج توكل على الله هذا احنا متوكلين عليه قائمين قاعدين نتوكل على الله نتوكل على من وما شايفين شيء من الخوف والقلق والكآبة والحيرة قد انزحت عن أنفسنا بل كل يوم يعيش الإنسان في هالحياتها يزداد ألم ونكد وغصص هموم مشاكل إذا درجة الواحد يمل من حياته ويكره دنياته نشوف المآسي قدامك يقول لا خيرة الله فيها لا لا توكل على الله مفرد حجاية كلمتين واحد قالها واعتبر نفسه متوكل هذا مقام من مقامات القرب العالية هذا مفهوم قرآني معمق جدا كتبت عنه الأقلام حامت حوله الأفهام وانزلقت عنده كثير من الأفهام منذ الصدر الأول في الإسلام دراسات معمقات وأبحاث مطولة علوم مبتكرة حديثة تطلع وهي واحد منها اللي يسمونه البرمجة العصبية انسلمنا كونه علم قائم مستقل بذاته وإلا هناك ملاحظات عديدة يمكن تدوينها على علم كهذا وهذه هي أهمها حيث أن أرباب هذا العلم يقررون أن مستقبل الإنسان وصناعة قدره بيده هو يقرر مصيره وهو يبني حياته وهذا ما لا يمكن قبوله جملة وتفصيلا لأنه التفويض الباطل الذي لا يقول به عاقل إحنا سألكنا نمرق وسطا لا جب ولا تفويض التوكل على الله بعبارة موجزة مضغوطة جدا بحيث لا تخل بالمعنى هو ضم الأسباب المادية جنبا إلى جنب مع الأسباب الغيبية مشكلتنا احنا كلنا نركز على أسباب المادة وعوامل الطبيعة طبيب كم وكم عجز الأطباء عن علاج مرضاهم كم من مريض مات بين يدي طبيبه هو يعلجه ما قدر عليه إذا انقطعت عنك سبل المادة أسباب الطبيعة تعال منا أكو أسباب غيب تحفظ تصون الإنسان من السوء والمخاطر تسوي حصانة هل يقول عنها لو كنت أعلم الغيب هي الأسباب الغيبية منها عينة خب ما نقدر نستقصيها كلها دعاء نستهي نحن بالدعاء ولذا احنا كلنا ندعي وما يشوف يقول النبي لأنكم تدعون من لا تعلم حقق مبادئ وشراءة الدعاء هذا السلاح الأنبياء معاجز يسوي صنع المستحيل يرد القضاء قضاء اللي لا ينزل هو يوقفه يمنعه لا يرد القضاء إلا الدعاء صدق تدفع البلاء وقد أبرم كان البلية بتنزيل مصيبة بتصير تستدفع بالصدق وقد أبرم إبراما خصوصا الصدق عن الميت فإنها من أفضل الهدايا التي تقدم إليه تدفع عنه ضغطة القاضر أهوان المطلع بر الوالدين صلاة ليل وين هم شباب اليشكون الفق والفاق والهم والنكذ والكآبة والحيرة هاي صلاة الليل تشرح الخاطر تبيض الواج تنور القلب تطيل العمر وليست هذه نقضا إيسا الدعاء نقضا لقانون علية والسببية بل إن الدعاء بعينه علة تامة وسبب كامل دواء سبب مادي والدعاء سبب غيبي هذا سبب وهذا سبب قرآن قراءة القصوصا الفاتحة هذه الشفاء هي الدواء أحين حاطف نجان على شفته وقرأ عليه بس الحم يقول مولانا الصادق صلوات الله عليه ما قرأت الفاتحة على وجع أو ألم سبع مرات إلا هدأ وسكان وحي من المجربات حطي يدك أنت على موضع الألم يوم يصير عندك واحد مريض على بطنة والله على رأسه وقرأ عليه الحم سبع مرات وشوف النتائج أمو مسكنات مبندول أنسولين ما دري شغلات لا هذه الشفاء شفاء يعني تقتلع المرض من جذوره ولا تبقي له أثراء أزياد يقول مولانا الباقر صلوات الله عليه لو قرأت الفاتحة على ميت ميت سبعين مرة وقام لما تعجبت احتوائها على اسم الله الأعظم احنا ملولين رحم الله من عاد الفاتحة قال بس عاد كالحين لأنه ما ندري له ما نعرف قيمتها هم ذلك يستشعرون يترقبون خصوصا هاي الليلة هي للجمع انتظرونها متى هاي أكبر الهدايا التي تصلهم لأنهم يعرفون قيمتها هم ما ندري احنا لاهين لاهين بالدنيا اهم هذه الاسباب اقواها وان كانت كلها قوية امضاها اللجوء الى الله عز وجل باشرف الخلق لديه الا وهم محمد وآل محمد فضلوا داخل اللهم صلو دخلوا في مجال هنا دخلوا هذا مكان هنا ثاني على حب الزهر لدي قعدون عند الباب تعالوا داخل الثالثة اغفر الله لكم وهاي بقى من المجربات يوم الصير عندك ملمة الضيق بك ضائقة الجأ الى الله بهم قل الهي اكشف هذه الغم عن هذه الامة بجاه مان هم اهل بيت النبوة وهم علموا انها الطريق هذا منصي عليهم مشكلة اتحل عليهم مصيبة دائما يلجأون شوف الزهراء وهي بين الباب والجدار صرخت نادت وابتاه ومحمدا هاي استغاثة تستغيط يعني وكذلك زينب الحوراء يوم حلت عليها عذيش الفاجعة الاليمة اللي زلزلت الدنيا بأسرها قدام عيونها تنظر اليه يفحص التعام بيده ويرفس الارض برجليه وهو يئن أنين رقت له قلوب الأعادي ما تحمل اخوها هذا اخوها ابن امها وابوها جثت على ركبتيها لطمت صدرها بكلتا يديا صرخت واجد ومحمدا ثم مدت بصرها ناحية المعركة نادت ثلاث مرات حبيب يا حسين يعرف هالصوتي ميزة من بعيد نور عيني حسين ابن والدي حسين إن كنت حيان فأدركنا فأدركنا ما تقوم أبو علي هذه الخيل والرجال قد هجمت علينا وإن كنت ميت فأمرنا فأمرنا وأمرك إلى الله ساقت الريح كلام العقيل إلى مسامع الحسين يا أبو الغيرة أبو الحمية قام 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 على قدمه خطأ ثلاث خطوات لم يتمالك إلا أنكب على حر وجاء يا علي يا علي مفخن بالجراحة وكثرة نزف الدماء صار الدم ينبع من صدره الشريف كالميزة قام ثانية انقطى ثلاث خطوات فزقط على وجه ما تقدر أبو علي منهار شدة عطش حوارة شج تجلد بأبي وأمي قام الثالثة خطى خطوات تأخذ يتمال يمين لشمال حتى سقط على حر وجه حسين 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 رمقها بالطرف وخيزين يا سامحيني معذر إلى الله وإليك وزيين أبعلت تلشاب حال أحسين بالعين تشوفا موسى داهش العالم بلونين وصاح الرجيس بن سعد هوين اللي يذبح حسين فتت مرى يرنعي بهلون الخفية وحسين اتناخوا على حز الكريم وصار لصياح وكل من بنا يمرتعد من خزرة وراح ومن الرعوب حتى مليد صار مهطاح واستنغش عليه بقام الدرمية يعني ماكو واحد تمكن ان يقترب من المولى وإلا ذلك الشقي العين شمر الخناة يا وليا وليا والله شمر الخناة من عاين مغشي لفالة يا ايه يا ايه يا ايه وصدر حوال أسرار من رب الجلالة رخصتكم يا غيرة اللب للرجس ناسي من عالا يا ايه فتح عيانا وانتبه شبل الزجن يقل لي هالعين انزل عن صدري فلقد اوهيت قوان يقل ليش مرادك قال قصني حزر ساياك ما حد يسر غاري على صدرك وده ساياك ابو علي راح القوة من عندك وشدة مراساياك وانا الذي بجرعك كاس المليك يقل لي السبط ما جيتني بحومة المدايا وقت اشتعال الكون وامجاول الفرسان وانا وحيد وفيضيت بالجثث وديان تلقى المناية هجال وقربت لي انا قبل ان جدي اللي حتلي يا ابني لو غاد واذبتت لي خلت اكوذر فوق لو هاد لكن العطش ما اخذني ولم ثلو بالفايد معلومة الجاسر يا ابو الذات الردي ما لك فخار في ذبح يا الله والزلزله والصايح كل الشمار ما ينفع يا ولي احسن راح بك انتهي ازن الفرسان لنك عفير الطاق بقعد ترى وتوعى يمشى الرديل خيا جمرة غضاء الله عليك من فايز وش هالأبيات هذه حارة حارة جمرة غضاء خيا جمرة هواطي خيل تدور علي خيل على فصطط سهم العداء صايم لي وسهم على همخاء وانا هدا وارواح يسرج على ما يمو باقي وانا سمعني اياها من على التل قامت تتنادي انا ودي اوصل مسرعة وانجدد ويا لكن اش بدي لازم اي 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 اهي اي 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 يتاما ولو يقدر السجاد ينهض شاد جينا خدك نواسده وبالدمع نغسل الطبر صح ونادي وحسين يا ميتين ترك الألباب حائرة وبالعراء ثلاثا جسم ترك يا الله السعيد الفقيد الغالي من اجتمعنا اللهم لأجله اللهم ارحمه برحمتك أسكنه الفسيح من جنتك لقه منك رحمة ورضوانا إلهي شف صدره بالحسين نوير قبره بنور الحسين ثبت له عندك قدم صدق مع الحسين واصحاب الحسين وارزقه اللهم شفاعة الحسين يوم الورو واخلف على أهله في الغابرين وعندك نحتسبه يا رب العالمين إلى روحه وارواح موتانا موتاكم من مات على الإيمان إخواني لتفادي الزحمة نقدم العزاء من جهة المنبر بارك الله فيكم جميع نهدي لهم جميعا هذه الليلة ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر